اعظم مهاجم في تاريخ مصر رسمياً مدرباً لمنتخب مصر حدام 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 يعلن مرة أخرى أنه حدام المنتخب المصري يا حدام يا حادم يا حسن رقم قياسك دائد حسن حسن يا حسن حسن هلوى يا حسن 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 يا حسن 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 يا حسن حسن لقوا سفره وطريقه داخل مربع العمليات خبر تعيين حسام حسن مديراً فنية لمنتخب مصر خبر استنى كتير وعدد كبير من الجماهير المصرية هو نفسه استنى كتير خبر تعيينه لقياة الفرعنة والكل دلوقتي بقى مستني يا حسام حسن يعمل الإضافة اللي احنا مستنيينها منه مع المنتخب روح وحماس حسام حسن مهمين جداً بس ما تنسوش انه فنياً برضو مدرب كبير جداً يهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بسمياً حسام حسن مديراً فنياً لمنتخب مصر الأول الخبر بحث عنه الكثير من الناس منذ سنوات طويلة لماذا لا يتم تعيين حسام حسن مديراً فنياً لمنتخب مصر وحصل وأصبح حسام حسن مديراً فنياً ومعه طبعاً بطبيعة الحال توأمه إبراهيم حسن كمدير للمنتخب نهار ده الخبر أعلن وبدأت يحصل حالة زخم كبير حسام حسن مدير فني حسام حسن يصلح ولا لا يصلح لمنتخب مصر حسام حسن هينجح ولا مش هينجح مع منتخب مصر حسام حسن روح وحماس ولا روح وحماس وأداء فني وكلام كتير وحسام حسن ومعه إبراهيم حسن دائماً وأبداً التوأم أشهر توأم في تاريخ كرة القدم المصرية كان دائماً حتى وهم لاعبين شباب كبار مدربين حواليهم زخم إعلامي كبير بطبيعة الحال اتنين من أساطير كرة القدم المصرية أعظم مهاجم في تاريخ كرة القدم المصرية أفضل ظهير في تاريخ كرة القدم المصرية لاعبين واحد من أفضل المدربين المصرين بلا جدال حسام حسن أكيد أكيد مر بنجاحات كبيرة هتقولي نجاحات بطولات يعني لا نجاحات وإنجازات وتأثير مع الفرق اللي اشتغل فيها أحكي لك كل المواقف تمالك ومصري ومنتخب أردن قبل كده في البدايات وإسماعيلي والتحاد وكل الفرق اللي عد عليها حسام حسن كان لازم يبقى عنده بصمة تقدر تقول ببساطة الفرقة دي بيدربها حسام حسن هتقول لي قطم فين البطولة الإنجليزية هقولك ما هو برضو حسام وإبراهيم مثلا يعني ما اشتغلوش في الأهلي ما اشتغلوش في الزمالك فأفضل أحواله كمدربين فأفضل أحواله ليه أنه مثلا لما استلموا الزمالك هو في المركز الثلاثر والاربعتشر في الدولة ويخلوه في المركز الثاني ده يعتبر إنجاز وإعجاز مثلا يعني بس هي مش مطولة مخدش المطولة يعني بس في النهاية بصراحة يعني بما إننا تكلمنا عن مدرب مصري لتدريب منتخم مصر فإحقاقا للحق كان لابد أن يتم اختيار حسام حسن هتقول لي ده معناه إنه الباقي وحش هقولك لا أنا ممكن أقولك دلوقتي أسماء شايفة أنا في الدولة تقدر في المستقبل تمسك منتخم مصر أديك أسماء يعني طريق مصطفى آآآ تامر مصطفى علي ماهر عبد الحميد بسيوني آآ الأسماء اللي بتجيب بالي والله مش يعني كل الأسماء دي تصلح تصلح لتدريب منتخم مصر وغيرهم بس حسام بتاريخه العظيم جدا مع منتخم مصر كلاعب بخبراته اللي اكتسبها في التدريب طوال السنوات الماضية وخبراته الأفريقية كلاعب وكمدرب تخلينا نقول إنه عنده فرص نجاح إن شاء الله تكون فرص نجاح كبيرة مش هقدر أقول لك دلوقتي هبقى كذاب يعني يعني لو حبيت حبيت إن أنا طمنك وقول لك حسام حسن هينجح مع منتخم مصر هبقى كذاب عشان لو هو نفسه طلع قال لك أنا هنجح مع منتخم مصر هيبقى مش واصق من قدراته بشكل كويس ويقول كلامه بس فيش مدرب بيعرف بكرة فيه إيه بس المدرب الجيد هو اللي بيشتغل وبيتعب وبيكتهد لحد ما بيوصل للنجاح مش حاجة مضمونة كله في علم الغيب بس نتعب ونشتغل نعرضة حسام بقى مدرب حسام حسن وحسام حسن دائماً وأبداً مرتبط معانا جميعاً جلنا تحديداً والجيل اللي قابلينا اللي هو تمينات وتسعينات وقبل كده طبعاً الأجيال دي هي اللي عاشت حسام عاشت حسام حسن من أيام ما خرج من النادي الأهلي وراح لإحتراف الخارجي وتقلق وأبدأ هو وابراهيم حسن وعملوا أداء رائع وعظيم حسام حسن وابراهيم حسن الاتنين دول في أي فرقة عدوا عليها كلاعبين كانوا بيموتوا نفسهم في الأهلي تلاقيه بيموت نفسه في الزمالك بيموت نفسه في المصري بيموت نفسه في الاتحاد بيموت نفسه في الترسنة بيموت نفسه أي فرقة عدوا عليها هتلاقيهم عملوا أداء وشغل رائع جدا كلاعبين أو مدربين مينفعش أبدا أبدا تشكك في حسام وإبراهيم حسن كإمكانيات ممكن ممكن تقول إيه بس أنا في كثير من الأحيان بتحفز على أراءهم مثلا على عصبيتهم على إنهم ساعات بيبينوا غضبهم قوي كل دي حاجات موجودة أصلا في كثير من مدربين كبار في العالم أصلا يعني مش بقول إنها ميزة هي عيب طبعا بس موجودة وبتعدي المهم إن إحنا نكونترول عليها ونتحكم فيها إحنا يعني حسن وإبراهيم هم نفسهم اللي بيتحكموا في انفعلاتهم عشان ده كمان منتخب مصفى بيبقى محتاج هدوء أكتر يعني المفعلات دي بالمناسبة أحيانا بتبقى مفيدة هتقول لي مفيدة أنت بتشجعهم لا فاكرين اللقطة بتاعت كالوس كيروش لما نزل على الأرض ورفع إيده للسماء في مباراة مصر والكاميرون في كاس الأهم الأفريقية قبل اللي فاتت لما الاتحاد الأفريق جاب لنا بكاري جسامة في مباراة الكاميرون صاحبة الأرض عشان بين كسين كده يعني يحصل تسهيلات والأمور تبقى حلوة بالنسبة للمنتخب الكاميروني فراح كالوس كيروش عشان كان حاسس إنه بكاري جسامة هيحجم لعاب منتخب مصر فعمل لقطة على الخط عشان ياخد عين الحكم وعصبيته وتحفزه ليه هو عشان يحمي لعابته بص في تفاصيل مدربين في العالم كتير بيعملوها بس المهم إنك تعملها بذكاء دون تجاوز دون أزمة ودون مشكلة وأنا متطمن وحسام إبراهيم عندهم من الخبراء أنا بقول حسام إبراهيم يعني علمين أساطير يعني مع حفظ الألقاب طبعا كبات كبار يعني حسام إبراهيم خبرات طويلة وتقدم في العمر وتفاصيل كثيرة نتطمن بإذن الله إنه هم يشتغلوا كويس حد يقول لي أكريم بس علاقتهم بلعابة منتخب مصر وهيتعاملوا إزاي وهيبقى فيه مشاكل وهيزعلوا أنا بقول لك هومن دلوقتي وخليك فاكر الكلمتين اللي بقولهم دول حسام إبراهيم أسكية بالقدر الكافي اللي هيلمه كل لعابة المنتخب اللي جوه القائمة اللي هيختروها أول قائمة واللي بره بشكل رائع جد اللي تعامل مع حسام إبراهيم حتى على المستوى الإنساني أو المستوى الإعلامي أو المستوى الرياضي ناس لطيفة ولذيذة وجدعة أنت بتشوف مشاهد كده مثلا اللي هو إيه لما بيخرجوا عن شعاره فيه ناس كده زي الناس اللي بيقفش اللي هو يقولك أنا فيها كل الصفات الكويسة بس أنا عصبي قوي مهما بس نكونترول العصبية دي شوية خلاص هي صفة مش حميدة عندك بس نكونترول عليها شوية نتحكم فيها شوية دي كلها حاجات همشية على جنب بس الأساس إيه؟ أساس نحساب خبرات كبيرة فنيا على مستوى التدريب وكلاعب عظيم في تاريخ مصر كل الأمور دي تخلينا نقول يلا نبتسم لعله خير بإذن الله اللي جاي يكون أحسن لمنتخب مصر متفائل إن شاء الله بإذن الله متفائل بس عشان الصورة الحلوة تكمل بس عشان الصورة الحلوة تكمل وتعيين حسام حسن مدير فن المنتخب مصر ما يخلناش نبعد أو نتجاهل أو نسرح أو نهبط عن كثير من المشاكل اللي لسه موجودة في كرة القدم المصرية ما عشان الراجل ده عشان حسام حسن ده ينجح مع منتخب مصر عشان بيتوريا كان ينجح مع منتخب مصر عشان كيروش كان ينجح مع منتخب مصر عشان كوبر ينجح مع منتخب مصر عشان برادلي ينجح مع منتخب مصر عشان البدري عشان إهاب جلال عشان كل الأسماء دي نقول تنجح مع منتخب مصر لازم نهيأ كل الظروف الرياضية في كرة القدم الجيدة إنه هم ينجحوا يعني إيه بتقول إيه مش فاهم بتقول كراب عريض ليه يعني خلوا الراجل ده ما تستغربش لأقوله لك ده وما تستقبرهاش لأقوله لك ده أنا بقول للناس في تحدي الكرة لأقوله لك ده ما تستقبرهوش على حسام حسن وجهازه خليه بص على المنتخب الأولمبي خليه بص على منتخب الشباب خليه بص على منتخب الناشئين لو عندنا مدير فني أجنبي لو عندنا مدير فني أجنبي للمنتخب الأول هنقول عليه إيه ده خبير والمفروض يبص لنا على الكرة في مصر كلها لا أهي مش كده المدرب بتاع منتخب مصر الأول لازم يكون له صلاحيات في بعض الأمور وبعض الأراء لو سمحت عدل لي بقى دوري بتاع الناشئين لو سمحت بقى منتخبات الناشئين دي أنا محتاج فيها أسماء معينة هتشتهل بأسلوبي عشان لما يطلع للعب للمنتخب الأول يشتهل كده ده المشروع بالمناسبة يعني إحنا ننويين نكمل مع حسامك حبة كويسين خليلوا بقى دوري منتظم خليلوا قطاعات ناشئين في أندية عليها ورقابة عشان نضمن إن فيه لعيبة تطلع من أندية تاعت الناشئين دي للفرق الأولى كويسة اضمن له إنه يكون فيه لعبين أو حاول معاه يعني إنه يكون فيه لعبين محترفين أكتر في أوروبا اديه لبقى الدعم الدعم مش اللي هو الدعم المالي مثلا لو الراتب مثلا ولا الدعم المعناه واللي أنت كل شيء تقوله إيه أنا بديك مساعدة ومسندة ودعم ومش عارف إيه لا لا أنا عايز دعم حقيقي دعم رياضي حقيقي خليه يوى داخل المنتخب كده يقول إيه أنا عندي مثلا 30-40 لعب محترفين أنا أكتر منهم أنا عندي قطاعات ناشئين بيطلع على فكرة حسام حسن من لعبة اللي بتاخد ريسك ومخاطرات في لعبين شباب ونجح قبل كده كتير في ده خليه يشوف لعبين شباب كتير في الدور المصري بس ده هيحصل إزاي هيحصل لما نبقى القطاعات الناشئين دي سليمة في الأندية لما منتخبات الشباب والناشئين تبقى سليمة على مستوى الإدارات المدربين اللي بيدلوا المنتخبات دي على مستوى الإخترارات تفاصيل كتير عشان ما عيدش الكلام تاني اللي احنا قلناه أكتر من مرة بس الحكاية اهو وأنا بقولها وبقى قررها وهقولها ألف مرة عمرها ما كانت بس تغيير مدرب لمنتخم مصر ما ينفعش ما ينفعش إن نستسلم للقصة دي إنه بيتوريا وحش هات حسام حسن ولو لا قدر له حسام حسن ما نجيحش بكرة هاتول خلاص ماشي حسام حسن وهات مدرب غيره والله الحكاية مش كلها مدرب جزء كبير لازم طبعا يبقى جيد عشان ننجح بس لو ما فيش وسائل المساعدة في النجاح الراجل لا حسام حسن ولا مورينيو ولا جوارديولا ممكن ينجحوا شوف النهار دا بنتكلم بهدوء بما إننا دخلين على مرحلة إن شاء الله مرحلة جديدة لمنتخم مصر إن شاء الله يعني طيب نيجي بقى على الجزء بتاع الروح والانتماء يقولك دايما حسام حسن روح وانتماء حلو عنده حب وشغف ده لطيف يا جماعة مش حاجة مش حاجة شكلية الناس بتاعين برضو لقد مم فنان مدرب جامد جد مدرب جامد بس هو عنده حتة زيادة ومنحتاجها للمنتخد طيب يتقل دايما أنهم عندهم الحسام إبراهيم يعني عندهم شغف وحماس في الأندية اللي بيلعبوا ليها ما بالك أنت لما يشتغلوا مع منتخب بلدهم يشتغلوا مع منتخب بلدهم هقول لك موقف بس يدللك قدي الناس دي عندها شغف وحب للكورة يعني 1991 بعد طبعا موصلنا قس العالم 90 وجقول لحسام حسن الشهير في الجزائي اللي اتنين احترفوا في نيوشاتل السويسري والاتنين فعايزي تقلقهم وكانوا أعتها إبراهيم حسن مسجل هدف تاريخي في ريال مدريد وكان حسام حسن مسجل سوبر هاتريك في سلتك لسكوتلندي حاجة يعني خيال يعني كيف ستحلوا ربي بالمناسبة حاجة خيال كابتن صالح سليم رئيس النادي الأهلي كثة مشهورة يعني بعد عفوا ليه صواح حسني مدير الكرة في النادي الأهلي وقتها وقال له لو سمعت عايزك تروح سويسرا عشان ترجع لي حسام وإبراهيم فالراجل سافر ورغم إن الكل وقتها توقع يعني حتى إن في النادي الأهلي إنه طبيعي حسام وإبراهيم متقلقين جدا في أوروبا دلوقتي فهيبقى في صعوبة إنه هم يرجعوا النادي الأهلي مرة تانية الغريب للأمر ما خادش وقت ما خادش وقت واللي اتنين قالوا آه موفقين نرجع النادي الأهلي أعجادة عنتا وهو أنت متقلقين في أوروبا جدا بصراحة لو كنت شغال وقتها إعلام في وقتها كنت هجبتهم جدا إنهما سابوا أوروبا يعني وهم متقلقين كذا بس هقولك ليه هم رجعوا هم عارفين إنهما هيتقلقوا في أوروبا جدا بس حبهم للنادي الأهلي وانتماءهم للنادي الأهلي والشغل بتاعهم للنادي الأهلي خلاهم يرجعوا خلاهمش يفكروا بالعقل مش بقول كده بس عشان الكلمتين دول إيه وقت لقى العبة بتطلع برده يقولك إيه أنا هفكر بقلبي أرجع عدم الصح بالمناسبة إحنا معترفين عدم الصح ولو سألتهم باللقات يقول لك كانتش المفهود نعمل كده بس بس أنا بقولك الشخصية طيب ده مع الندي الأهلي هتقولي يعني أنت لقات عايز تطلع تقولي يا حسن وريم أهلوية مش الحكاكة هم بيحبوا الكورة ليه بقى عشان في الزمالك سيبك سيبك من سنتين تلاتة كسروا فيهم من الدنيا كلعبين مع نادي الزمالك حط دي على جنب لما حسن بقى مدرب وإبراهيم مدير كورة في نادي الزمالك أول لقاء كان حسن حسن هو المدير الفني لنادي الزمالك كان قدام حرس الحدود في 2011 وقتها نادي الزمالك خسر المباراة وكان في المركز الحداشر في الدول فيديو مشهور قوي يعني حسن حسن بعد المباراة ما خرجش القط اللبس جمع اللعيبة على الخط وقعد وهو وسط اللعيبة والجميل بتهتف بالروح بالدم هنشجع الزمالك وقال لهم انتوا مفيش ولا واحد فيكم وحش وانا راضي على اللي هيحصل وهنكسب المطش اللي جاي وارفعوا رأسكم ولسه عندنا أحسن بالمناسبة الزمالك في الموسم ده بتنسى بقول لكم من شوية عمل لمنتادة تاريخية لمنتادة تاريخية من فريق وصل للمركز التلاتاشر لفريق بينهي الدوري في المركز تعالوا نشوف اللقطة دي ونكمل كلامنا أنا راضي أنا مقال لك أنا قال لك أنا قال لك أنا راضي لو عمزك أنا لحظك رأسك رأسك جونك طيب دي حكاية زمالك وقبلها كان حكاية النادي الأهلي وقبلوهم كان في حكاية النادي المصري وفيه منتخب مصر فيه منتخب مصر لعبة منتخب مصر اللي موجودين لوقتي هيبقوا عارفين كويسة قوي اللي بيدربهم أسطورة مش شخص عادي مش لعب عادي اللي جيه في تاريخ منتخب مصر ده حسام حسن حسام حسن حسام حسن عشان شوية الناس أو بعض الناس ولهم كل اللي احترام بالمناسبة ولهم وجاهت وجاهها في فقراءهم يعني اللي قالوا ليه حسام حسن كثير من الناس قبل 98 قبل كاسي الأمم أفريقية 98 كثير بقى من الناس مش كله من الناس كثير من الناس هجموا جدا الكابتن محمود الجهري على ضم حسام حسن لقائمة المنتخب وكانوا شايفينه في 98 إنه هو لعب مشطب زي ما منقول كده من كم سنة لما كانوا بقوله على كريستان المرض فالراجل بوركي نفاسه ويسجل سبع أهداف وبقى أهداف هذه البطولة مع مكرسي وقتها لعب جنوب أفريقيا بأداء مزهل مزهل لمنتخم حسام حسن اللي كان بيجيب الأهداف بس على ما أتذكر البطولة دي اللي جابه غير حسام كان طريق مصطفى وأحمد حسن وياسر ردوان بس وبقى الأهداف كلها في البطولة كانت حسام حسن وحسام إمام على ما أتذكر كمان فأنت بتتكلم لا بس حسام إمام الكرة اللي هي بتاعت حسام وحازم حسام وحسام دي حسام هو اللي جابها في الآخر فهو ما تتكلم في حسام حسن وياسر ردوان وطريق مصطفى وأحمد حسن حسام حسن يعني كان بسجل سبع هداف والبقى وتعالت هداف تانين لعبين آخرين مهم حسام راجل راح وتقلق كبر شوية ولعامنا كسل الأمر الأفريقية 2006 هنا في مصر وبردو سجل هدف تاريخي في مرمى الكونغو حسام حسن كان قائد رائع لمنتخب مصر كان قائد عظيم لمنتخب مصر حسام حسن ما بيحبش يخسر كل الناس القريبة من حسام حسن تق ومش من قريبين كمان كل الناس تعرف ان حسام حسن يحبش يخسر مش محتاجة معلومة دي يعني كان مرة باسمع بعض زملائه يعني في اللقاءات تلفزيونية بيتكلموا عن فكرة انه حسام حسن حتى هو بيلعب طاولة بيحبش يخسر وبيتنفز وبيتعصف جدا فالروح التنافسية دي محتاجينها دلوقتي مهمة دلوقتي بس حسام حسن ومعه إبراهيم حسن عليهم دور كبير جدا جدا عشان نسقف لهم ونشجعهم قبل حتى ما يبدأوا اول مبرمع منتخب مصر انه يجمعوا انهم يلموا يلموا لعيب منتخب مصر يجمعوهم تاني في روح واحدة وحماس واحد يلموا جماهير المصرية حوالين المنتخب حسام حسن وإبراهيم حسن أمام عيني جماهير النادي الأهلي كان ان بتروح التتش تفرع تدربات النادي الأهلي عشان تشوف حسام حسن وإبراهيم حسن حسام حسن وإبراهيم حسن لما راحوا نادي الزمالك في صفقة تاريخية يا دي صفقة القرن الحقيقية يعني جمهور الزمالك ملا مدرجات هلم زمورة وكانوا الناس في الشارع كمان كتير الناس بتروح وراء حسام وإبراهيم حسن لما في جماهير كورة اللي كانت تحط قصة شهيرة يعني يعني فيه ناس كتير تسألهم لوقتي تقالوا لزمالكاوي يقولك أنا زمالكاوي ليه رؤ انت زمالكاوي ليه؟ أرجوك كنتم حب حسام حسن جدا فلما راحوا الزمالك حسام وإبراهيم لما راحوا الزمالك بيتحب الزمالك فحسام وإبراهيم مؤثرين جدا بالكورة اختلف اتفق قدروا حياتهم بشكل سليم ما قدرهاش بشكل مثالي تصريحاتهم عصبيتهم قول زي ما تقول بس الاتنين دول نجوم رائعين في تاريخ كرة القدم المصرية أساطير بكل معنى الكلمة إن شاء الله ربنا يكرمهم بإذن الله بإذن الله وبرضه ما فيش حاجة مضمونة هتقول لي أكريم أنت بشه قلت حسام وإبراهيم ناس عظيمة هم المنجحوش إن شاء الله بإذن الله ينجحوا بس لو واحد في المليون يعني ما حصلش ما فيش حاجة مضمونة في الكورة والله ما فيش حاجة مضمونة في الكورة لو معنا بيب جورديولة هطلع أقولي نفس الكلمتين هقولك لا مش ضامن إنه بيب جورديولة ينجح مع منطقة المصر عادي جدا ديكور يشتغلوا ويتعبوا ويجتهدوا وإن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله معهم مهم يلموا الدنيا يلموا الناس كلها يلموا لعبة منتخب مصر وربنا يكرم في البقية طيب وصلاح حسن بالمناسبة طلب من اتحاد الكورة الاعتذار عن المشاركة في الدورة الودية اللي جاية فيه الإمارات اللي كان المفروض تبقى من 22 لحد 26 مارس اللي جاي اللي هيشارك فيها بجانب مصر منتخبات تونس ونيوزيلاندا والمنتخب الكرواتي حسن شايف إنه الأفضل إن منتخب مصر يواجه منتخبات من التصنيف الثاني أو الثالث خلال فترة التوقف اللي جاية عشان اللعيبة تبدأ تتعرف على شغله قبل مواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في يونيو اللي جاي في تصنيفات كاس العالم تمام فلسه الوضع بقى مش معروف حتى هذه اللحظة إيه اللي ممكن يحصل فيه لسه ما فيش ما فيش كلام من اتحاد الكرة رسمي عن الاعتذار عن الدورة بس لو الاتحاد اعتذر عن الدورة كمنتخب أول يشارك فيها فممكن المنتخب الأولمبي هو اللي يشارك بدلا من المنتخب الأول طيب العقد اللي بين اتحاد الكرة والشركة اللي منظمة موجود فيه إن المنتخب الأول هو اللي هيشارك فده معناه إيه؟ معناه إنه اتحاد الكرة هيحاول يتفاوض مع هذه الشركة طيب لو الاتحاد ما عرفش يتفاوض مع هذه الشركة إن المنتخب الأولمبي هو اللي يشارك في اتحاد الكرة هيبقى مطالب إنه يدفع خمسين ألف دولار شرط جزائي عشان يعتذر عن هذه الدورة هتقول لي هقولك بصراحة يعني كابتل حسام قادر إنه يلعب مع أي مدارب تاني هقولك عنده حق يبدأ بمستلات خفيفة كده عشان لسه لعبة هتطبع عليه فما يشلش مباراة صعبة من الأول بس ينفع تعدي ينفع تعدي عشان بس ما نشلش خمسين ألف دولار على الفوادي إلا لو عرفنا نقنع الشركة المنظمة إنه منتخب الانبيا هو اللي شارك في هذه البطولة طيب بكرة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية مواجهتين فيه منتهى القوة منتخب النجيلي في مواجهة جنوب أفريقيا والنحة التانية هيكون أو المباراة اللي بعدها هتكون مواجهة ما بين كودفور الدولة المستضيف ومنتخب الكنغو الديمقراطية مواجهتين ممتعين جدا بعد شوية هيبقى فيه مدخلة معايا مهمة جدا حول تلك المباراةين والتوقعات فيهم بس أكمل الأول حكاية حسام حسن واقياته ليه منتخب مصر هذا الكرة مستني استقرار حسام حسن على جهازه بالكامل عشان يتم الإعلان عنه رسميا رسميا طيب حسام حسن مبدئيا كده هيضم في جهازه كابتن طارق سليمان تم معتدين طبعا على كابتن طارق سليمان مش مدرب حراس المرمى كابتن طارق سليمان ومعه الكابتن أحمد الكاس في منصب المدرب المساعد في كلام على سيد معاود أو محمد شوي يبقى مدربين واحد فيهم يعني يبقى مدرب تالت فيه الجهاز الفني بس لسه ما تمش حسم هذه الأمور حسام حسن هيبقى معايا طبعا مدير للمنتخب بجالب زي ما قلت لكم طارق سليمان مدرب عام وكمان هيكون موجود سعفان الصغير مدرب حراس مرمى ووليد بدر مدير إداري جهاز الطبيعي بتاع الكابتن حسام حسن بالمناسبة كابتن محمد يوسف خلاص اعتذر عن التواجد فيه الجهاز المعاون في المنتخب الأول فيه القرار الأول كان محمد يوسف مدرب عام لحين التعاكم مع مدير فني أجنبي يبقى هو المدير الفني الأجنبي ومعه محمد يوسف مدرب عام لما يبقى فيه مدرب مصر فالكابتن محمد يوسف قال أنا كمان مدير فني فما يبقاش موجود بطبيعة الحال يعني مفهوم يعني فغالبا غالبا هيبقى هو المرشح لتولي منتخب موليد 2008 بدلا من الكابتن أحمد الكاس اللي تصعد مع الكابتن حسن حسن فيه المنتخب الأول ده اقتراح فيه اقتراح آخر في اتحاد الكرة ان الكابتن محمد يوسف يمسك منتخب المحليين اللي هيتم تشكيله فيه القريب بالعاجل بناء على توصية من الكابتن علاء نبيل المدير الفني الجديد للتحاد بص أنا هقول لك حاجة عشان برضو دي مش عايزة عديها عشان برضو الناس هتقول لي انت ما عدتهاش ليه محمد يوسف مدرب محترم مدرب كبير وقالاه نجاحات والتحاد الكرة مش هتديله عذر بالمناسبة يعني مش هتديله عذر بس حالة اللغبطة اللي احنا كنا فيها الايام اللي فاتت دي وحالة التردد وحالة الغضب وحالة الزعل ممكن تخليك تاخد قرارات قبل ما تحسبها كويس فاتت خدت قرار انه حسن محمد يوسف فيه الله مدرب عام بالوقت مكنش لسه حسمت امرك اصلا هتجي مدرب اجنبي ولا مدرب مصري فلما حسمت في الاخر مدرب مصري فطردت ماشي يوسف احيانا اللغبطة دي ممكن ممكن تعديها بس مش المفروض طول الوقت عشان اتحاد الكرة طول الوقت كده طول الوقت كده انا بقولك تعديها ليه عشان فيه لغبطة احنا مش عارفين ممكنش عارفين مدرب اجنبي هو الصح اصلا يعني كنتش نزلت اي حاجة ولا بيان عن مدرب عام ولا اي حاجة لما تحسب امورك مية في المية بالمناسبة اتعين انت محمد يوسف مدرب عام بحضرة كنت جيبت مدرب اجنبي مدير فني اجنبي كان ممكن مدير فني الاجنبي نفسه يقولك طب والله انا مش عايز مدرب مصري معاي ما سمان يعني مش عايز مدرب عام معاي عايزه مدرب تالت او تاني مدرب مساعد تاني او تالت يعني طيب طيب واحد بالمناسبة يعني بتلكم عن اتكلم عن مبراطي نصف نهاية كاسم نوم الافريقية دلوقتي بس اللي معاي دلوقتي واحد من اهم نجوم قارة افريقيا على مر التاريخ واحد من اهم نجوم المنتخب الناجيري جارب الوال اسم كبير في تاريخ كرة قدم الافريقية وبالمناسبة يعني على ما اتذكر اللاعب كمان مصاد حسام حسن اكيد في وقت من الوقات يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر سلام عليكم سلام عليكم شكرا لكم طيب بالمناسبة انا اعتقد ان انت زملت حسام حسن وقت مكان حسام حسن يتقلق مع منتخب مصر واليوم اعلن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الاول رأيك ايه في هذا القرار نعم اعتقد ان هذا قرار جيد لمصر لاتحاد المصري فاعتقد اعتقد ان حسام حسن هو كان اسما كبيرا في كرة الافريقية وفي مصر بطبيعة الحال فبالتالي كونه المدير الفني منتخب مصر انا سعيد له له لهذا وانا ادعو الله ان يوفق في مهماته مع المنتخب المصري مع منتخب مصر نحن جميعا ندعو له ان ينجح كمدير فني لانه كان لاعبا مذهلا والان هو مدير فني كبير ليقود المنتخب المصري اعتقد انا اتمنى له التوفيق اتمنى له النجاح لاني اتوقع له ان يصير بخطة ثابتة وان شاء الله سينجح مع منتخب مصر طيب سؤالي القادم ليك وهو يخص نصف نهاية كاس لهم الافريقية نبدأ بمباراة المنتخب النجيري مع منتخب جنوب افريقيا غدا كيف ترى هذه المواقع نعم ستكون مباراة صعبة ستكون بمثابة خمسين بالماء لكل فريق فبالتالي كلا الفريقين يمكن ان يفوز بالمباراة اتمنى ان تفوز نيجيريا بالمباراة اعمل ذلك واتمنى ان تكون المهمة سهلة لنيجيريا وان لا تكون صعبة كما نتوقع لان المباراة صعبة على نيجيريا او جنوب افريقيا انت زرت عرفت انك زرت مع اسكر المنتخب النجيري في كود ديفوار الحالة المعنوية ايه خاصة بعد اصابة كمان نجم المنتخب بكتور اوسمان نعم هو فقط لديه بعض الام البطن ولكن لكنه تمر مع الفريق في هذه الامسية وانا اتمنى ان اراه غدا في ملعب المباراة متعافن بشكل كامل المباراة الاخرى ما بين منتخب كود ديفوار والكنغو الديمقراطية كيف تنزل لهذه المواجهة نعم هذه ايضا ستكون مباراة صعبة مباراة قوية فريق الكنغو اثبت انه فريقا قويا وايضا منتخب كود ديفوار يتحل بالقوة لانه وسط جماهيره لانه يوجد الكثير من الجماهير ان تساند كود ديفوار ولكن كما رأينا الكنغو اثبت انه منتخب صعب المراس ويستطيع التفوق على اي منتخب كبير هل شاهدت منتخب مصر في هذا المطلع في اي من مباراةه نعم انا شاهدت مصر واعتقد ان منتخب مصر لم يكن محظوظا في اكثر من مباراة لم يكن لديكم الحظ وهو عنصر هام من عناصر كرة القدم دائما مصر كانت قوية في كل مباراةها ولكني اتمنى ان ارى مصر كما المغرب الان منتخب قوي اتحل بالحظ كذلك انا بشكرك شكرا جزيلا جربالوال واحد من اساطير المنتخب الناجيدي انا بشكرك على هذه المدخلة عبر زمن طيب ده فيما يخص حكاية حسام حسن بالكامل ونقفل عند هذا الحد لحين ما يحدث تقدم في الفترة القادمة على مستوى منتخبنا الوطني ان شاء الله بإذن الله نهاردة كان في حكاية اخرى حلوة اوي اوي يعني المنتخب عفوا المنتخب الاردني الشقيق واحد من اعظم الاجيال اللي عبتله هو الجيل الحالي المنتخب الاردني يصنع التاريخ في قطر ويصعد لنهائي كأس اسيا لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على منتخب كوريا الجنوبية واحد من قوى اسيا 2-0 النهاردة في مباراة نصف النهائي الرقام التاريخية اللي حقاها منتخب الاردن عفوا بفوزه على المنتخب الكوري وراها مدرب تحمل الكثير من الصعوبات والانتقادات مش بس قبل امم اسيا لكن طوال مسيرته التدريبية حسن نتكلم عن حسن عموتة اللي كان عفوا حسن عموتة اللي كان قبل منديال 2022 هذا المدرب المغربي العظيم كان بيعيش منتخب المغرب فترة سيئة مع خليل وزيتش في الوقت اللي كان فيه حسن عموتة مع منتخب المغرب تحت 23 سنة بيصنع الإنجاز وكسب أمم أفريقيا 2020 للمحليين علشان يكون فيه مطالبات لتولي مهمة المنتخب المغربي الأول لكن حظوا أنه شارك في كاس العرب بالمنتخب الرديف بتاع المنتخب المغربي وودع البطولة من ربع النهائي بعد ما خسر من الجزائر والهزيمة دي رغم أنها هزيمة برقلات الترجيح أبعدته عن قيادة منتخب المغرب ووقتها تعرض لانتقادات كثيرة وعنيفة وبعد كده وقع الاختيار على مدرم مغربي عظيم لإدارة المنتخب المغربي هو وليد الركركي بعد كده حسن عموتة راح الوداد المغربي بعد رحيل الركركي وبعد ثلاث شهور بس من تعيينه مشي علشان راح يحلل مباريات كاس العالم 2022 في أحدى القنوات وده الأمر اللي خلت إدارة الوداد تغضب منه وكررت بشكل نهائي رحيل المدرب اللي عاش بعدها صدمة كبيرة جدا جدا راجل اللي كان قرامة دي المغرب مدربش المغرب والراجل اللي كان ماشي مع الوداد بشكل جيد مشي من الوداد بعد ثلاث شهور بس قصة صعبة جدا قصة صعبة جدا ولكن علشان كل قصة بيبقى فيها أمل دايما وخير للناس اللي بتجتهد الاتحاد الأردني تكلم حسين عموتة وقال له احنا عايزينك عايزينك تشتغل مدير فني للمنتخب الأردني الوقت اللي كان فيه حسين عموتة بيعيش أسوأ فترات حياته فترات حياته ورغم كده ورغم ان اللي اتحال الأردني جاب الحسين عموتة كان فيه انتقادات كثيرة 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 أيضا في الأردن على تعيين حسين عموتة مدربة للمنتخب وكان فيه كتير قوي بيطالبوا بيرحيلوا بعد ما خسر من المنتخب النرويجي 6-0 وبعدها من اليابان 6-1 ورغم تمسك او عفوا ورغم كل اللي حصل ده تمسك بيه الاتحاد الأردني عشان في الآخر ياخد النتيجة النهاردة ياخد النتيجة النهاردة حسين عموتة اول مدرب في تاريخ الأردن في تاريخ منتخب الأردن يسعد بمنتخب الأردن لنهاء كأس أس ده مشهد من مطش النهاردة يوريك ازاي لعبت منتخب الأردن كانوا فرحانين اول النهاردة فرحانين بعموتة سعداء بيه والسعداء بيانجازه العظيم مدرب مغربي آخر عظيم مثل وليد الريكراكي ونهنئ من كل القلب المنتخب الأردني الصعود اليوم لنهاء كأس أسيا كل التوفيق ليهم فيما تبقى من هذه البطولة بطولة طيب ده فيما يخص يخص الحسين عموتة المدير الفني المنتخب الأردني وإنجاز المنتخب الأردني اليوم معي عبر الهاتف الآن الدكتور يهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يا فندم شرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معي الله يبقى كريم دايما بكون سعيد بوجودي معك يعني مزاقية والواحد دايما بيستمتع بحوراتك يعني رغم أني أنا والله كنت ما بطلعش لكن أنا معك ما قدرش أقول لا يا فندم يا فندم ده شرف كبير لا يا دكتور أهل حقيا أشكرك علي لكن ما حدث في تطور الساعات الأخيرة ما بين أحاديث كثيرة حتى في بيان اتحاد الكورنان المدرب القادم أجنبي وفجأة مدرب مصري وفجأة خبر سعيد بتولي كابتن حسام حسن هذه المهمة إيه اللي حصل في كواليس الساعات الأخيرة خليني بس في البداية أبارك لكابتن حسام حسن رمز كبير جدا في تاريخ القرى المصرية كلاعب وكمدير فني طبعا إن شاء الله بإذن الله أمل كبير جدا مع الكابتن حسين وكابتن إبراهيم مع الإجماع الشعبي اللي موجود اللي مع اتنين نصرين إن شاء الله لنحن نحقق إنجازات لمنتخبنا خلال الفترة القادمة بإذن الله ما بين الأمس واليوم عشان برضو أنا كنت طلعت وتكلمت وبعض الناس قالت إن أهب الكون طلعوا وأصروا قال مدير فني أجنبي وكان تم تعيين كالك محمد يوسف كمدرب عام صحيح في حاجات بتبقى داخل ترابيزة الاجتماعات اللي برا ما يعرفش عنها حاجة وبالتالي يعني بيبقى فيه تكهنات كتيرة جدا وده يتكلم وده يتكلم ولو إحنا عادنا نحكي التفاصيل اللي بتحصل جوا ما يمتعش اللي أنا أطلع كل ما يقال داخل ترابيزة الاجتماعات اللي احنا نفصل عن أحكي بالتفصيل صحيح لكن يعني باختصار شديد جدا بعد خروج منتخب مصر من نهاية كلاس الأمم الإفريقية والأداء الباهة اللي ظهر عليه منتخبنا للأسف الشديد كان فيه اتفاق من مجلس الإدارة بعد منخشة كافة التقارير الفنية بعد عودة البعثة على نوجيه الشكر المسر وفيتوريا على الفترة اللي أضاها مع المنتخب المصري وهنا يعني كان فيه كلام ما بين مجلس الإدارة مدير فني أجنبي ولا مدير فني مصري واللي اتكلم في المصري كان بيتكلم فيه كافة الحسام حسن كأولوية كافة علي ماهر كجهاز موجود عندنا عدد من الكبات اللي موجودين في مصر اتكلمنا فيهم لكن كان الأغلبية أننا في الفترة الحالية ممكن يكون الاتجاه إلى الجهاز الفني الأجنبي عشان في الفترة الأخيرة يعني الاتهزة الفنية المصرية مش عاوزين يعني إيه نعمل عليها أكثر من اللازم بعد كافة النهاب جلال باسمه وتاريخه مع الكافة الحسام البدري في الفترة إلا أضاها فكان الاتجاه أننا نجيب مدير فني أجنبي وكان بالاسم يعني الأولوية لمسر هيفر رينارد بتاريخه في القرى الإفريقية وإنجازاته مع العديد من المنتخبات الإفريقية وكله الأولوية في حالة الاتفاق مع مدير فني أجنبي وعشان كده كمان كان القرار بالتعيين الكابتن محمد يوسف كمدرب عام مع الجهاز الفني الجديد عشان في حالة عودة الدورة يوم بعد يوم الحد إن شاء الله نبقى متابع للمباراة وبعد التقرير للمدير الفني الجديد لا سيما وإن يعني ما كانش فيه اتصال مباشر بهرفر رينارد ولكن يعني كان فيه استنباط إن تم أو هو سمع إن ممكن يكون موجود في مصر والراجل رحب وإحنا قلنا خلاص على بركة الله نبتدي نتكلم مع الراجل ده ونشوف إيه ممكن نوصل معه إنه يقول له الأولوية في استخدام ولكن يعني مع إبداء الموافقة المبدئية على وجوده في مصر لكن قال أنا مرتبط بتعاقب مع الاتحاد الفرنسي مش ممكن أسيبه حاليا مع المنتخب القرى النسائية إلا بعد الأولمبياد وممكن إن أنا يعني يكون المساعدين بتوعي موجودين لإدارة المنتخب المصر طبعا ده ما ينفعش إن احنا عندنا مباراتين اتنين مهمتين جدا جدا في شهر ستة في إطار التصفيات المهلة لكاس العالم أمام بركينة فاسو في القاهرة وأمام غينيا وبالتالي أنا محتاج مدير فني كبير وكون موجود في المباراتين دولك لأنهم معانا كل زجاجة في حالة ما نكتازهم خلاص وانت أول مجموعة بنشبك دير إن شاء الله بتكون وصلت أو بتحط قدم في كأس العالم وده حلم كل المصريين والحلم اللي براودنا يعني من فترة بعيدة صحيح فلما ما وصلناش أو الأنباء اللي جات إن الراجل اللي عاود ييجي بعد نهاية الأولمبياد وكده حيعد علينا مباراتين لتنين طيب الأجانب اللي موجودين لأ عندنا بقى في الحالة دي ده كان لول أولوية يبقى أنا في الحالة دي لأ أتجه إلى الأجهزة الفنية المصرية وعلى رأس الكابتن حسام حسن كان القرار من المجلس الإدارة بالكامل بالكامل بقولها مرة ثانية في استقل كاملة في اتنين من نجوم مصر على مدار تاريخ بقرة القدم سواء كان الكابتن حسام أو الكابتن إبراهيم حسن وإعطاهم الفرصة الكاملة بعد كمان ما شفنا أن هناك إجماع والتفاق من معظم الشعب المصري على أن نتجه إلى الاثنين الكبار كابتن حسام والكابتن إبراهيم وحيبقى فيه التفاق في المدرجات وغيرهم وحيبقى تجربة زي ما خدنا تجربة قبل كده المجال السابق مع النجم الكبير والرمز الكبير الكابتن حسن شحات ومن قبله طبعا العظيم الكابتن نظاح المحمود الجهري فكان الاتفاق من الأمس والمدولات ما بين مجلس الإدارة على أن خلاص ندل السقل الكابتن حسام وكابتن إبراهيم وبالفعل اجتمع سوز جمال علام والسيد خالد دارندلي مع الكابتن إبراهيم وكابتن حسام وكان النهاردة مجلس إدارة عقد في تمام الخامسة في مقرل اتحاد المصر لقرة الخدم وخلاص صدر القرار بأن الكابتن حسام حسن إن شاء الله يصبح مديرا فنيا للمنتخب المصر مع أساقه كافة الصلاحيات في اختيار الجهاز والمعاون بالكامل عشان يقدر أن هو يكون في تنقهم وفي تجنص ما بين الاتنين الحتة الأخيرة بس برضو كريم فيما يتعلق بالكابتن محمد يوسف كابتن محمد يوسف واحد من الناس الخلوقة المحترمة اللي أعطف كثيرا يعني إحنا شفناه مع النادي الأهلي بحق بطولة بابطة الأبطال في 13 والسفر في 14 واحد من الرموز الكبيرة جدا اللي بيكتنينها كل تفضيل وكل احترام فطبعا كابتن محمد اعتذر على التواجد لأن طبعا كابتن محمد إذا كان فيه مدير فني أجناب كبير كان ممكن يكون مدرب عام وبالتالي إحنا كان في حد مصر النهاردة في الاجتماع أجمعنا كلنا على أنه لابد أن يكون له دور داخل الاتحاد المصري في الفترة القادمة إحنا خدم الكابتن علاء نبيل اسمه كبير أيضا كمدير فن الاتحاد فلابد من الاستفادة بكابتن محمد ويوسف أيضا في عملية الرسم لتطوير الكرة المصري خلال الفترة القادمة من خلال مكانه داخل الاتحاد المصري وكرة القادمة ده الأمور ببساطة شديدة جدا في مدار ما بين الأمس وما بين اليوم وانا تحت أمر الفيس طيب لو تسمح لي أنا هسأل فيما تحدثت فيها فندم لو تسمح لي أول سؤال من حيثه ختمت هل الكابتن محمد يوسف مرشح لمنتخب 2008 أو منتخب المحليين ولا هيبقى ليه دور آخر والله يعني كل الخيارات مطروحة ويعني كابتن 2007-2008 موجود الكابتن أحمد الكاس أن الكابتن أحمد الكاس حتى الآن مش في جهاز الكابتن حسام حسن لو موجود الكابتن الكاس بقيمته تاريخية أيضا مع كابتن حسام حسن حيبك فيه مكان لمنتخب 2008 ممكن يستفاد بكابتن محمد في هذا المكان وممكن يستفاد بيه مكان آخر داخل اتحاد المسل وقرة القدم كما يتراء لي مجلس الإدارة في الفترة دي وكابتن محمد طبعا زي ما أنا قلت لحضرتك إضافة كبيرة جدا لأي مكان يكون موجود 100% طيب اللي تقول لكابتن أحمد الكاس لسه لم يحسم تواجده فيه الجهاز الفني للكابتن حسام حسن فيه المنتخب الأول لسه كابتن حسن ما جابش التشكيل وبالتالي لسه مش عارفين حيبة موجود داخل الجهاز ولا لا آه يعني الأسماء التي تطرح أعلاميا دي مازالت مجرد أسماء وتكهنات أعلامية ولكن مفيش لسه أسماء وصلتكم كالتحاد كورة من الكابتن حسن باستثناء الكابتن إبراهيم حسن أنا كده فهمت لا خلينا أكون برضو فهم مضاقية موجود كابتن طريس بكل تأكيد موجود الكابتن السعفان لكن لسه فاضل اسمين ممكن كابتن إبراهيم وكابتن حسن حيضفوهم خلال الفترة القادمة عشان التشكيل يعلن ثاملا إن شاء الله الجهاز الطبي فيه أي تغيير ولا زي ما هو براسك دكتور يعني الدكتور محمد أبو ريلا واحد من أفضل الأجهزة الطبية اللي موجودة وأعتقد أنه هو مكمل إن شاء الله بإذن الله مع الكابتن حسن في موقعاته عظيم جدا كان أو حسن معلوماتنا يعني أن أنت فيه تليفون دار بينك وأن الكابتن إبراهيم حسن حصل فيه كلمته فيه لا أنت عارف يعني أنت فاكر هترجعني لخبر من الفاتل أما أنت قلت كان فيه مشادة ما بين الكابتن إبراهيم وأب وأنا وقتلك يوميها أنت عارف حكم صداقتنا كلمتك وانت لك ما حصلتش إطلاقا اكتلمت في اللي أنا حكيت معك فيه الكابتن إبراهيم طبعا بتحبطني به علاقة طيبة جدا 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 زي ما أنا قلتلك ده واحد من نجوم كرة القدم على مدارة تاريخ في مصر وجوده هو الكابتن حسام شرب كبير جدا وإضافة للاتحاد وإضافة للكرة المصرية إن شاء الله بإذن الله بما هو معروف عنه من حماش شديد جدا ورؤية فنية كبيرة وإن شاء الله يكونوا أضافة جامعة فالكابتن إبراهيم يعني عادي من يعني أنا على طول شتصالات مع الكابتن إبراهيم كل فترة وكل يومين طبعا باركت له على توليه طبعا مع الكابتن حسام إدارة المنتخب المصر فيما هو قادم وإن مجلس الإدارة بالكامل في ظهرهم وأعتقد اكتفاف الجماهير كمان المصرية إن ده كان مطلب كبير جدا صحية معهم إن شاء الله دينا في يديهم إن شاء الله دكتور هاب مدة العقد هتكون أديه بإذن الله لسه يعني العقد بالكامل حيتم تحديده وتقديمه في مؤتمر صحفي كبير يليق بالكابتن حسام وكابتن إبراهيم خلال الفترة القليلة القادمة ويعلن عن تفاصيل العقدة كاملة من حيث المد إن شاء الله ومن حيث الجهاز الفنية ممتاز البطولة الودية اللي هتكون في الإمارات في مارس هل كابتن حسام حسن وافق على المشاركة فيها ولا طلب الاعتذار عنها لا هو ما ما تكلمناش في دي خالص لكن أعتقد إن دي حتكون تجربة كبيرة جدا ده من وجهة نظر وإنتاج معايا فيها إن هما يعني استعداد للمباراتين بتوع بركينة فاس وغينيا عشان يقف على كل الأمور المتعلقة بمنتخبنا خلال الفترة القادمة إن شاء الله عظيم جدا هل وأنا عارف إنك هتجوابني بشكل واضح وصريح هل الكابتن حازم إمام فعلا أعتذر عن الإشراف عن منتخب مصر الأول الفترة القادمة أنا برضو عاوز أتكلم في الحتار برضو بسرعة كابتن حازم إمام يعني الفترة الماضية تعرض لهجوم داري وأنا قلتها قبل كده إن اختيار الكابتن حازم إمام لفيتوريا كان بناء على سيرة ذاتية أكثر من رائعة وكلنا كنا مستفشبين بالراجع الخير وإحنا كمجلس وافق على عرض السيرة الذاتية من خلال كابتن حازم إمام لفيتوريا فحازم إمام العلاقة تضامنية مش هو الوحد اللي جاء بفيتوريا لأنا قلتها إحنا كمجلس كلنا بنتحمل هذه المسؤولية وكان نفسنا أن الراجل يكون في أفضل صورة زي ما كنا متوقعين وأنه يتقدم بالقرى المصرية إلى أفضل حال لكن حتى الآن عملية الإشراف على المنتخبات لم نتحدث فيها وكابتن حازم إمام ما تكلمش بقى إطلاقا كابتن حازم إمام رحب جدا جدا بوجود كابتن حسام والكابتن إبراهيم واتكلم وقال الاثنين من رموز وعصيرهم في الملعب وأبدعوا كلنا فاكرين في كاملين وتسامع كابتن مجواري كان دايما كابتن حازم وكابتن حسام الاثنين مصدر سعادة في فترة وجوم زي ما كلنا فاكرين فإن شاء الله بإذن الله العلاقة تدوم بينهم ويكون الاثنين يشتغل الصالح وكرة مصدرية خلال الفترة القادمة بإذن الله إن شاء الله السؤال الذي يطرح نفسه موجود طول الوقت على الساحة هل فيتوريا هياخد شرط الجزائي كامل ولا حصيد مفاوضات والأمور فيها انفراجة نا والمفاوضات شغالة وفي انفراجة إن شاء الله بإذن الله مع سالفيتوريا بياخدها بالأساس جمال علامة وعاوز أقول لأن برضو الناس اتكلمت على الشرط الجزائي أي حق لأي مدير فني سواء كان فيه أندية أو فيه منتخبات لازم يكون فيه شرط جزائي يعني أنا عاوز أقولك بس أن أجري لما كان موجود في مصر كان شرط الجزائي بتاعه كان سنة كاملة كان 12 شهر تمام مش 3 شهور لكن بأكد لك إن فيه مرونة ما بين الطرفين وإن الراجل يعني وإن شاء الله بإذن الله فيما هو فيه صالح الكرة المصرية وإرادات الاتحاد وموارد الاتحاد إحنا حرصين عليها كل الحر بعد ما كالوس كروش مشي من منتخب مصر كان فيه بيننا مكالمة على ما أتذكر وطلبت منك أو سألتك سبل أو خطوات اتحاد الكرة في تطوير كرة القدم في مصر وأنا عارف إن أنتوا وأنا قلت الكلام ده حتى يوم منتخب مصر خسر المبرار مضيئة أمام الكون وقلت كل الأشخاص اللي موجودة في اتحاد الكرة ناس محترمة جدا بس بصراحة وما كدبش عليك يا دكتور عيب وأنا هفففض معاك يعني ما شفناش حجم تطور كبير في كرة القدم المصرية وأنا عمتأكد زي ما أنت دفع دلوقتي عن الكابت الحاسي ما مواصلحك هذا الدفاع أنت كلكم تعرضتوا للهجوم وفرصة دلوقتي توضح هل اتحاد الكرة خاد خطوات هل اتحاد الكرة عندونا قصد حتى أثر في بعض الأشياء ومفروض يشتغل عليها الفترة اللي جاية عشان تبقى فرصة كمان الناس تسمع أنتوا تشتغلوا ازاي وممكن تعملوا الفترة اللي جاية يعني أنا سعيد جدا بالسؤال ده وأنا بقولك بكون مستمتع جدا بحواري معاك يا ربي خليك دايما أحب جدا الحوار لما يكون موضوعي مش الهجوم من أجل الهجومة فقط انتقدني فنيا وقول لي انت مخصر في دي والمفروض تكامل في ده فبكون شعيد جدا زي ما انت قلت كريم التطوير ثماره ونتائجه لتأتي ما بين يوم وليلة وتتفق معي أكيد في الموضوع صحيح عشان تعمل تطوير لأي منظومة بياخد وقت لغاية ما يبتدي يأتي بثمار تعالى نتكلم في المنظومة كرة القدم هي عبارة عن لعب وعبارة عن مدرب تمام إلى جانب الأمور الأخرى أنا فيما يتعلق باللاعب عشان أبدأ عملية تطوير لازم تكون من المراحل السنية الصغيرة عمر ما حطور من فوق تم حضرتك عالي مزبوط فالبداية لازم تكون من خلال قطاعات النشئين اللي موجودة مزبوط كده معي يا حضرتك معك جد لازم تكون بداية من قطاعات النشئين طيب أنا جيت لقيت مسابقات قطاعات النشئين مش هتؤدي إلى إحداث صفرة في كرة القدم المصرية بدأنا أول حاجة وقعد مجلس الإدارة مع أيضا السيد عامل حسين المشرف على المسابقات وإن لازم نشوف حل لمسابقات النشئين وتطويرها عشان نقدر أن احنا بعد كده اتمد المنتخبات بأكبر قدر من المواهب المصرية عملنا زي ما أنا قلت لحضرتك قسمنا الجمهورية إلى خمس قطاعهم قطاع شمال الصعيد وقطاع جنوب الصعيد وقطاع بحري وقطاع القاهرة الكبرى والقناة والمنصورة اللي هو غرب الدلفة خمس قطاعات عندنا الخمس قطاعات دي بدأنا نعمل دوري المناطق ودوري المناطق ده يعني كل منطقة من المناطق على مستوى الجمهورية بتعمل دوري وبيبأ لها منتخب في كل فأة عمرية 2005 في كل منطقة لها منتخب 2006 لها منتخب 2007 2008 المراحل السنية المختلفة صحيح كل قطاع من القطاعات بعد الدورة بتاعه بنلعب بطولة المنتخبات بتاعة القطاع كل منطقة في عمر مثلا 2008 بيتقابل القطاع بتاعه ست مناطق سبع مناطق بيلعبوا مع بعض وفي الآخر أعمل منتخب للقطاع على مستوى المناطق يبقى عندي خمس منتخبات للقطاعات على مستوى الجمهورية بتعمل ما بينهم داوي معنى كده ايه؟ معنى كده إن كتنواق الرياض لما ميسك منتخب 2005 يعني هو ميسك ويسافر على طول للدورة الودية بعد ما رجع عمل بدأ يلف الجمهورية من خلال المنتخبات اللي موجودة ومن خلال الدورة تتعامل بطولة للقطاع بحري في إسكندرية اتعاملت بطولة في قطاع شمال وغنوب اليسعيد في القاهرة الكبرى فالكابتن واقل خلال الفترة الماضية اتفرج على أكتر من 500 لعب على مستوى الجمهورية عشان يختار منهم منتخب 2005 نفس الأمر كابتن أحمد الكاس عنده يوم الجمع والسبت والحد القادمين شمال وجنوب الصعيد فدلوقتي أنا بدأت أطور من قطاعات الناشئين من تحت لكن المشكلة المشكلة نتكلم فيها برضو اللي تتعلق بتحدي القرى الواحد وخلي عندنا يعني فكر اتساع في الفكر الموضوع المادي لدي الأندية الأندية بتقن الأندية بتقن ما فيش موارد في الأندية فبدأ العديد من الأندية يلجأ إلى الاستثمار في قطاعات الناشئين وهي كلمة مطاطة للغاية يجي واحد بدل ما أنا في نادي من الأندية بصرف على قطاع الناشئين في السنة مليون جنيه وما فيش عائد بالنسبة للأندية يجي واحد يقول له طيب أنا حديك 500 ألف جنيه وتسيب لقطاع الناشئين وبدأ نعمله استثمار اللي عاوز يلعب يلعب يتفع 7000 جنيه 8000 جنيه 9000 جنيه وفبدأ الموهبة الحقيقية بتلاقي مكان تلعب فيه أصبحت المادة هي اللي بتؤثر فيه فأنا حتى اتكلمنا في الموضوع هذا من الفترة وقلنا لازم الدولة مع ممثلة في وزارة الشباب مع التحاد الكورة مع الأندية لازم على الأقل لنادي شعبي في كل محافظة من المحافظات إيدينا في إيديهم نوجد لهم موارد عشان يبقى عنده قطاع ناشئين بعيد عن الاستثمار يقدر إن هو يقدم المواهب بقرة القادمة المصرية فإحنا فيما يتعلق بتنظيم المسابقات بالناشئين ماشينا فيها للطريق المثالي أنا بس دكتور إيهاب أنا آسف جدا للمقاطع عشان تقولت بوزئية أنا كل يوم تقريباً بتكلم فيها القصة بتاعة الأمور الاستثمارية في الأندية فيما يخص قطاعات الناشئين وليه هتهدم مواهب كتير جدا اللي معاه فلوس هو اللي معهوش فلوس حتى لو أنت موهوب جدا مش هتلعب أنا في سؤال بعض أطراحه على نفسي هل اتحاد الكورة مع وزارة الشباب والرياضة مع الدولة هل يقدروا يعملوا ركابة على الأندية موظف مدرب مسؤول من اتحاد الكورة موجود في اختبارات الناشئين موجود حتى لو هتشتغل استثماري بس على أقل أضمن أضمن اللي موجود ده بيختار لعيبة كويسة وناس كويسة ومحدش يقول لي أصلا الأندية كل نادي حر ما هو اللي في النادي دوت هو اللي هتطلع على المنتخب بعد كده فإحنا اللي هنشيله يعني إحنا اللي هنشيل اللاعب ده كان كويس أو لا فمعرفش إيه هي سبل الرقابة على اختبارات الناشئين في الأندية الموضوع ده أنا من وانا صغير بشوفه إنه بيشتغل بالحب يعني حتى لو مفوش أمور استثمارية ففيه كسير من المجاملات لابد أن يكون فيه مرأبة حتى الأندية الكبيرة بيبقى فيها مجاملات للأسف يعني أنا سعيد جيد بالكلام مرة تانية يعني مستمتع بالحوار لكن غير ما بقولك كريم للأسف الشديد ما عندكش الألية اللي تبديك الحق في أن أنت تفرض على الأندية شيء بعينه عشان كده برضو احنا فكرنا فكرة وبنتكلم فيها عشان حتى لو كده نطبقها من السنة الجاي حال ونفكر أنت قطاع اللي سنسمار ما أنتش قادر يعني اللي عندها حرة فإحنا قلنا إيه كمان قلنا طارة عالم فلت مثلا 2008 2005 2007 اعمل فرقتين اثنين فريق استثماري بالكلوس ولازم يبقى عندك فريق مجاني للمواهب اللي مش قادر تدفع يبقى مجاني واللي يبقى كويس من اللي السنسماري ينتقل بعد ذلك للفريق العادي ويلعبه لاثنين في المسابقات يبقى نادي أنا دي تكبر اللي أنت تصرف من خلال موارد بتدخلها من خلال حاجة زي دي وفي الناحية التانية حفظت على المواهب أنه هو بيدخل الكويس جدا أنه دي يدخل ويعمله فرقة من غير فرقه والتانية تصرف على دي فدي برضو تفكير بنفكر فيه وزي ما قلت الحاطة احنا مطالبين أن على الأقل نادي شعب من الأندية في كل محافظة لازم نحن ندحمه عشان وأنا بقول لي الأندية الشعبية اللي أنت كده هتحافظ على الأندية الشعبية من الاندفار وفي نفس الوقت هتخلي الأندية الشعبية ترجع مرة ثانية خطاعات النشاقين بتاعتها تقدم للقرى المصرية أسماء كده دي احنا بنحلم به ده فيما يتعلق في المسابقات وإزاي بنتطورها من البحث المدربين احنا جئنا يا كتن كريم الرخص التدريبية كانت متوقفة في مصر من حوالي سنة 2015 فيش أي رخص التدريبية صح خالص صح بدأنا من فضل الله بدأت الدورات التدريبية رجعت مرة ثانية وكان الدكتور جمال محمد علي بصراحة بذل مجود خرافي عشان يوعدها وبدأنا بالدورات دي وفيه دورة ايه اتخذت وحاليا الدورات اللي موجودة في مصر كان غير محترف بيها مثلا في قارة أسيا أو في بعض قارات التانية عشان المحتوى للتعليم اللي كان بيقدم وعدد الساعات كان لا يفقق إلى أنها تعتمد لكن النظام الجديد اللي عمل الدكتور جمال مع وجود الاتحاد الإفريقي ووجود ممثلين عنه في الدورات والبصمة اللي بيروح لازم بيبصم لعدد ساعات معينة وعدد تدريبات معينة فالأمر أصبح مختلف تماما ففيما يتعلق بالمدربين شغالين على تطويرهم من خلال الرخص التدريبية بدأنا بالاشتراك مع المتحدة وحدثك عارف أن اتنين حيطلعهم وعيشة مع بعض الفرق الأوروبية خلال الفترة القليلة اللي جاية دي وبعد ذلك إن شاء الله لتنين يطلع ثلاثة ويطلع أربعة ويطلع أربعة تم تحديد أسمائهم ولا لسه لسه شغالين فيهم لكن إن شاء الله المرات أحيبها في اتنين اللي بعدها تشوف برضو مواهب التدريبية الصغيرة يطلع ثلاثة يطلع أربعة فالي بداية برضو فيما يتعلق بالمدربين نحن شغالين لكن زي ما قلت لحضرتك الأمر النجاح ما حيجي ما بين يوم ولي لأنت بتقيس ده كله على نتائج المنتخب الأول أو المنتخبات الأخرى ده حياخد وقت لغاية ما يبقى عندك زي ما قلنا بلاش أقول كلمة مشروع يبقى عندك هدف شغال عليه تقدر من خلاله إن شاء الله اللي بتتطول الحكام زي ما حضرتك شفت بدأنا برضو مع اتنين خبراء جانب سواء كان مارك لاتنبير أو مصر بريرة حاليا مع وجود قناة في عالم التحكم المصر هتشهدرن كده أبداً كابتن عصام للفتاح كابتن جمال غندور كابتن شنو وعندنا أسماء كتيرة جداً 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 كابتن وجيه فلكن برضو احنا ماشيين على عملية التطوير في حكامنا وإن شاء الله نصل إلى المستوى اللي احنا نصل به إن احنا يكون عندنا حكامنا في الدوريات الكبرى اللي هم مشرفيننا حالياً سواء كان أمين عمر ومعروف وطبعاً محمد عادل وبنى وبالرجال وعشور وإحمد حسام طاه ودولة كلهم موجودين في كاس الأمم وشفنا أداء أكثر من رائع للتحكم المصري عندنا حكام صغيرة طلعة إن شاء الله تنبدأ وتبشر بالخير خلال الفترة القادمة فده اللي احنا نشغلين عليه لكن سوشال ميديا للأسف الشديد يعني النقط من أجل التجريح وليس من أجل الاستفادة وده اللي أنا بزع منه جداً انقضني فنياً كما تشاء دون التجريح ودون الخوض في أمورها دكتور أهاب الكومي عضو مجلس دورة الاتحاد المصري لكرة القدم أنا حقيقة أشكرك شكراً جزاعة لهذه المداخلة بحب الناس اللي عندها تساع صدر إنها تشرح وتوضح وتفهم وتحاول تقنع مش شرطة تقنع بس تحاول تقنع وتوصل الصورة أحياناً بيبقى عندنا خلل في النقطة دي أحياناً كتير قوي نيجي نقول مثلاً هنا في البرنامج نقول يا جماعة قبل ما ننتقد ونهاجم والناس في اتحاد الكرة أنا بطلق حتى مثلاً أقولهم هتولي حد يا جماعة يوضح ويرد يمكن في حاجة مش واضحة لنا يمكن في حاجة مش فاهمينها ده مش بينطبق علينا إحنا هنا في كريم رمزي أو رقم عشرة ينطبق على جمهور مصرية كلها في حاجة قد ما يبقى شايفينها ومبقاش واضحة بالنسبة لهم غياب المعلومة ده يبقى برضو في حد ذاته تقصير من عند اتحاد الكرة بدون قصد أنه وضح يا سيدي وضح قولي أنت عملت إيه قولي أنا ما عملتش إيه كمان قولي أنا بعتذر عن إيه كمان ما فيش حد كامل ممكن يبقى عندك أخطاء جسيمة وبرضو ممكن يبقى عندك إنجازات عظيمة العادي أنك ما تشوفش النظر بتاعت الإنسان عدتا يعني ما بيشوفش أول إنجازات بس بيشوف الأخطاء وبيشوف السيئات فانت وريني بقى الإنجازات عشان مش واخد بالي بشكر مرة أخرى الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس الدولة الاتحاد المصري لكرة القدر النهاردة في كأس الرابطة نصف النهائي طلع الجيش فاز وصعد ليه المباراة النهائية على حساب المصري البورسعيدي بضربات الترجيح بعد ما انتهت المباراة في الوقت العصلي بالتعادل الإيجابي واحد واحد جون شيكا تقدم ليه طلع الجيش في الدقيقة 14 وصلاح محسن تعادل ليه المصري فيه دقيقة 73 دي الأهداف هدف طلع الجيش وبعده هدف النادي المصري ليه صلاح محسن أمام حضراتكم بعد كده طلع الجيش فاز بدربات الترجيح تلات واحد بالمازل بصلاح محسن في دربات الترجيح رغم الهدف ده ضايع طيب في مباراة أخرى مباراة نصف النهائي الثانية للتحاد أسكنداري وسلمية كيلو باترا وسلمية كيلو باترا بيفوز بهدف دون رد هدف للعاب المتقلق جدا الجزائري أحمد القندوس المعارم من النادي الأهلي هدف ديئة سبعة وعشرين رأسية مميزة وعرضية أيضا رائعة جدا سلمية كيلو باترا من ديئة 32 كان بيلعب وعشر لعبين طيب كده طلع الجيش وسلمية كيلو باترا في النهائي سلمية كيلو باترا حمل لقب هايز هي البطولة بعد ما فازت على المصر في البطولة الماضية في المباراة النهائية وطلع الجيش يخش البطولة دي أوهماعه لقب وماعه لقب مع الكابتن عبدالرحاميب بسيوني أيضا لقب شهير جدا السماد المصري أمام النادي الأهلي في الاتين معهم بطولات في مصر طلع الجيش واسنة ميكروبطر اكيد مواجهة تكون مواجهة كبيرة وممتعة قبر النهاردة كان حزين جدا 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 طبيب نادي الزمالك دكتور محمد أسامة أعلن صابت محمود حمدي الوينش مدافع نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني بقطع جديد بقطع جزء جديد في الرباط الصديبي بعد الفحصات اللي كانت حصلت لي اللاعب خلال الأيام الماضية دكتور نادي الزمالك قال ان الوينش هيسافر لألمانيا خلال الأيام اللي جاية عشان يتم عرضه على أحد الأطباء ويعمل عملية جراحية بناء على قرار من الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك حظوحش قوي قوي الوينش قوي والله وبينا يعينه ان شاء الله بإذن الله بإذن الله يرجع أحسن من الأول كمان صابة ورق صابة ورق صابة ويعني أمور صعبة ده 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 منتهى سوء الحظ لأي لاعب بس هيتجربة من عند ربنا ان شاء الله بإذن الله يعديها على خير نهار دا نادي بيراميدز أعلن مدربه الجديد اللي هيكون موجود بكرة ان شاء الله فيه مران الفريق خلفاً لجيمي باتشيكو اللي عرفناه ان المدرب الجديد هيكون هو الكرواتي كرونسلاف يورشيتش لسبع ليه انه يدرب او درب عنديت النصبور التركي والنصر السعودي وبنياس الإماراتي ودينا مزغرب الكرواتي وكان بيدرب كمان منتخب كرواتي كمدرب عام ويشتغل فيه المنتخب السعودي أيضاً آخر محطاته كانت فيه النصر السعودي خلال ولايته الثانية للفريق إن شاء الله اختام المقدمة النهاردة بإذن الله من كل القلب بإذن الله ربنا يكرم حسام حسن وجاهزه المعاون الفتر اللي جاء مع منتخب مصر الأول بس انتوا دعوا كده وكلنا نصف في النية وإن شاء الله خير نروح ليه تأييد عن الكابتن الكبير كابتن حسام حسن بعدها الفاصل ثم نستعيب الضفنة الكابتن الكبير كابتن حسام عبد الكريم نحليكم معكم أرضية حسام حسن وحسام هلوى جوا جول جوا جول الله 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 إيه يا ابني ده إيه ده يا ابني ده كرة عرضية حسام جول يا حسام يا حسام يا حسام له سحر وبريق داخل مربع العمليات يقولون إن أفضل وسيلة للتغلب على الصعاب هي اختراقها هكذا عاش حسام حسن مسيرته الكروية سواء لاعبا أو مدرب كان دائما بطلا يواجه الأزمات بشخصيته القوية وإصراره الذي يفاجئ به منتقديه ليكبرهم على التحول من الهجوم عليه إلى الإشادة به والتغني بما حققه من إنجازات جعلته واحدا من أساطير الكرة المصرية حسام حسن الذي كتب اسمه ضمن القلائل من اللاعبين الذين نجحوا مع قطبي الكرة المصرية الأهل والزمالك لم يكتفي بتألقه مع الأندية التي لعب لها بل كان مساهما رئيسيا في أبرز نجاحات الكرة المصرية ويكفي انفراده بلقب الهداف التاريخي للفراعنة برصيد ثمانية وستين هدفا من ضمنها سبعة أهداف جعلته ينفرد بصدارة هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية عام ثمانية وتسعين والتي تويج بها منتخب مصر فكان ذلك خير رد على كل من شكك في إمكانياته وقدرته على العطاء قبل البطولة ليؤكد بإصراره ورده في الملعب شغفه الذي كان ولا يزال المحرك الرئيسي لطاقته وبعيدا عن أرقامه التاريخية كلاعب امتلك حسام حسن هوية خاصة في عالم التدريب ظهرت بإصراره على إنجاز المهام الصعبة ففي عام 2009 أعاد للزمالك هيبته المفقودة بعدما كان يتواجد في المراكز الأخيرة في جدول الترتيب في وقت تسرب فيه اليأس إلى قلوب جماهير القلعة البيضاء وبعد الرحيل عن الزمالك كان لحسام هويته وأسلوبه الخاص حيث قاد الأردن في تصفيات كأس العالم ونجح في التأهل إلى الملحق النهائي المؤهل للمنديال واستطاع أن يحاقق الاستفناء مع المصري ويقود الفريق البورسعيدي لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه فضلا عن التأهل إلى نهائي كأس مصر عام 2017 والسوبر المصري عام 2018 ليثبت حسام حسن قدرته على الظهور بشكل مميز بأقل الإمكانيات المتاحة متسلحا بشخصيته التي عشقت التحدي وبعدما كان العميد حسام حسن أسطورة في الملعب بأرقامه الخالدة ظلح المتدريب المنتخب الوطني يراوده حتى تحقق اليوم بعد إعلان اتحاد الكرة المصري تعينه مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلفا للبرتغالي ري فيتوريا ليبدأ حسام رحلة جديدة من اختراق الصعاب متسلحا بإصراره وعزيمته التي جعلته أسطورة استثنائية في تاريخ الكرة المصرية أرضية حسام حسن وحسام هلوى جوا جول جوا جول الله 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 إيه يا ابن دان إيه دا يا ابن دان أصورة أرضية حسام جول يحسام 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 له سحره وبريقه داخل مربع العمليات يعلم بحضراتكم مرة أخرى شرفني من غاني الكابتن الكبير كابتن أسامة عبدالكليم محلل رقم عشرة كابتن أسامة بنور الدنيا سعيد جدا بتواجدك معي ربنا أخليك يا قريم أنا اللي سعيد بيك طبعا والف سلام عليك الله يسلمك يا حبيبي وإلى الجو السقع دا عامل مشاكل للناس كلها خلي بالك أوي برد أوي أوي الله يعني دا اسكندرية كان بتنزل تلج كده شفت حاجات كده تلج نازل بس موت على اسكندرية أنا عديت على اسكندرية ما انتخدت اللطش هناك بس هقولك حاجة حلوة مش عارف أعطاكي الناس كمان تشاركني فيها يعني الحمد لله منسطر ربنا علينا منسطر ربنا علينا مش الشتة دا يعني الشتة اللي قابله واللي قابله قابله الحال اللي قد الله ما كان بيجي له برد ولا كورونا والهاجات دي كان الدول بيبقى وحش قوي حس الفيروسات خفيفة علينا كده اللي هو يومين وتخلص آه جميلة بتعدي بسرعة كده الحمد لله يعني الحمد لله يا ربنا يا ربي أحفظ الجميع لا بسلام عليك يا ربي خلاك يا تنسان نهاردة حسام حسن مديرا فنان ليه منتخب مصر يا كيف القرار لا رأيي ان الشارع مبسوط الشارع المصري مبسوط دي حاجة يعني الناس كتبت احلم بوجود مدرب وطني ومدرب مصري لان كل الانجازات اللي حصلت في تاريخ الكرة المصرية لو هنعمل رجوع للخلف كده بالتاريخ هنلاقي كله علاق دين كابتن حسن شحاته مع منتخب الشباب وبعدين حقق وكابتن شوق غريب مع منتخب الشباب والولمبي شباب والولمبي وبعدين الاتنين اندمجوا كابتن حسن وكابتن شوق في تلات بطولات افراقيا 2008 و2010 ده حصل على ايد المدرب المصري كابتن حسن حسن تاريخ كبير واسم كبير وكابتن محمود الجهري طبعا طبعا بالزبط كده التاريخ بتاع كابتن حسن تاريخ كبير فرح جمهور الاهلي وفرح جمهور الزمالك وعمل معهم بطلات وفرح جمهور مصر كلها وهو حقه الطبيعي في التوقيت ده انه يبقى مدرب وطني وطبيعي جدا بالمطالبة الكبيرة اللي كانت موجودة للشارع المصري ان كابتن حسن حسن ياخد المنتخب في الفترة الحالية فبتهيقلي في حالة يعني تفاؤل شديد بعد الاخفاق الكبير اللي حصل لنا في بطولة افراق عظيم جدا فيه رأي يقولك انه ما كان مدرب اجنبي شه انت كنت مع رأي ده او لما عمدرب مصري انا دايما بشجع عن مدرب مصري المدرب المصري فيه امور كتيرة احنا بنتكلم الاجنبي بيبقى شاي الاعباء الناس بتبص انه ما بحدش يقدر يتحملها من الضغوط الاعلامية بالاخص انا بتكلم واحنا الناس بنشتغل في الحتة الاعلامية والجمهرية الاعلامية بالاكتر ووريها الحتة الجمهرية انه فيه ضغوط كبيرة على لون التشيرت وانت بتختار المنتخب والاسماء الكبيرة اللي بتبقى موجودة اللعيبة المحترفة الكلام ده كله صحيح انما بيبقى نجم كبير زي كابتن حسن شحاتة زي كابتن شوق غريب في المنتخبات مع كابتن حسام حسن دلوقتي الاسم الكبير والنجم الكبير خلاص مفيش حد بيبقى نجم عليه فخلاص انا برضو نجم كبير واقدر اقود الموضوع بشكل كبير جدا طيب مشي فيتوريا من منتخب مصر وبعدها مشي فيتوريا حملنا فيتوريا انه اخطاء اخطاء كبيرة في كاسرهم الافريقاء اللي فاتت بس قلنا كمان ان المنظومة في مصر كرة القدم في مصر محتاجة كثير من التطوير وعشان كابتن حسن نقول ان هو ينجح باذن الله ينجح يعني هو جهازه المعاون محتاج ايه محتاج ايه عشان نقول راجل ده اخد الدعم الكافي وكل سبل النجاح عشان يقدر ينجح بشغله الفني رقم واحد اللي انت كنت هتوفره كالتحاد كورة للاجنبي وفره لكابتن حسن حلو عشان ليه عندنا قاعدة مش في اتحاد الكورة حتى في الاندية تيجي تروح تجيب الاندية تيجي تجيب مدير فني اجنبي يدلو اللي هو عايزه والأرقام اللي هو عايزها باللائحة اللي هو عايزها باللعيبة اللي هو عايزها بكل حاجة تتهيقله صح كل الامكانيات متاحة يجي المدارب المصري يتقلق قص احنا معناش قص الظروف عندنا قص اللايحة هنا مش هنتسمع قص مش هنقدر نجيب باللعيبة نفس الكلام ده يعني بينطبق شوي على المنتخب الاول ان انت وفر الامكانيات اللي انت كنت تقدر توفرها مع المدير الفني الاجنبي وفرها لكابتن حسام حسن وجهازه عشان ما يبقاش في حد يقدر يقول ان النهاردة ان شاء الله ان شاء الله نبركله على النجاح وعلى اللي جاي كله ويبقى للكر المصرية فيه خير وفيه تفاؤل وفيه حاجات كويسة ايجابية فان شاء الله تبقى الامور ماشية في امورها الطبيعية متوفر كل الاحتياجات اللي هيتطلبها كابتن حسام حسن من معسكرات من ادوات من المتشاط اللي محتاجها الفرق اللي هيلعبها كل ده ما تقدر انت كمجلس ودارة اتحاد الكورة توفره لأ هيبقى فيه نسبة كبيرة لشكل النجاح في الكورة المصرية فيه كان بيحصل ده وقت كتير لما كان بيبقى مدير فني المنتخب مصر هو مدير فني وطني يعني يقول لك الاتحاد هو اللي شكل الجهاز المعاون ويبدأ بقى يتنقى كده ده هلاوي ده زمال كوي يحطوا واحد إسماعيلي مش عارف ايه فكرة انه كده حسام حسن تقريبا جاي بجهازه المعاون بالكامل تقريبا يعني ممكن واحد او اتنين اللي تضافه دي شايفه نقطة ايجابية ولا لا والله يبصي طبعا مش قصة اهلاوي وزمال كوي ولون التشارت وده عايز يجيب ده كب تحصل يعني طبعا هو الجهاز اللي موجود مع كابتن حسام كلهم خامط كبيرة واسماء كبيرة كابتن أبراهيم حسن كابتن طارق سليمان للأسماء اللي أنا سمعتها كابتن سعفان الصغير كلهم مدربين كبار وعدوا على مراحل وخبرات تدريبية ومسكوا اندية كبيرة فقدروا انه هم يخدوا التجربة دي بشكل كبير جدا مع كابتن حسام حسن يقدروا طبعا انما في الطبيعي وفي المنطقي ان انا في المنتخبات انا ما بجيبش جهاز ان انا اختار الناس اللي انا عايزها لا انا بقدر اختار حد يساعدني وانما اقدر اجيب لان مصر بتبقى فيها كفاءات ما تنفلش الموضوع على ان انا جاي بجهازي ده موضوع جديد على الكرة المصرية والشكل الجديد للكرة المصرية ان انت تيجي تقول انا جاي بجهازي او جاي بالناس اللي جاي معها لا طبعا بتبقى فيه امور من حق اتحاد الكرة انه هو يصنف المدربين ويختار المدربين ويرقم المدربين وبناء عليه يتم عرضه على المدير الفني طالما انت عند القناعة عن المدير الفني انا مش بتكلم على كابتن حسين بس عموما ان المدير الفني اما بيجي يتولى هو يختار من الاسماء اللي انت بتترهر بص رغم ان رأيك ده محترم جدا ومنطقي جدا بس دائما بحس انه المدير الفني في اي مكان في العالم منتخب او فريق من حقه يختار جهازه المعاون من الالف لليه عشان هو اللي هيبقى مسؤول انت عارف احنا ياما سمعنا عن فاندايا ومنتخبات ييجي يقولك والله اصل فيه مشكلة فيه الجهاز المعاون يقولك ايه هنمشي فلان من الجهاز المعاون عشان عامل مشكلة عند المدير الفني فالمدير الفني ييجي حتى لو جهاز المعاون دوت احنا من بره ممكن نقول والله كان فلان احسن او فلان ممكن يزود اكتر هو يبقى مسؤول عن الجهاز المعاون انا مش معاك في ده كريم اه لا مش معا طبعا ده بالاخص في حتة المنتخب يعني حتة المنتخب دي انت بتشوف افضل الكفاءات اللي موجودة بتشتغل بيها يعني انت النهاردة موجود اه انت منحقك كمدير الفني جيب مساعد معاك اللي هو مختص بالشغل اللي الخاص بيك وبشغلك وبالترتيبات اللي انت بتوفرها منما فيه اماكن في الجهاز دي اماكن منفصلة في الشغل مش مندمجة بشكل كبير في التدخلات العمل مع ان انت مثلا ما تشرتش علي انا مثلا ان انا عايز اعلم كريم صغير في السن ما تشرتش علي ان انت تجيب حد بعينه انه هو اللي يتعلم لأ انا كمنحقك اتحاد كورا خلاص انت جيبت حد كبير معاك بيساعدك او انت تتصق فيه جيب حد صغير او اتنين يقدروا يتعلموا منك وياخدوا خبرات ويكتسبوا عشان اقدر اعمل جيل جديد من المدربين لان مش هيفضل اي مدرب او اي مدير فني وبالاخص في الحتة بتاعت المنتخبات هيفضل شغال طول الوقت لأ بتشوف اجيال بتيجي واجيال بتطلع واجيال بتكبر ودي صنة الحياة في كورة الخارج صحيحpez احنا لسه مكملين مع الكابتن الكبير كابتن اسامة عبد الكريم بعد الفاصل نواصل خليكم معنا يعلم بحضائكم مرة اخرى سب شرافنل ونوارني كابتن الكبير كابتن اسامة عبد الكريم كابتن اسامة عبد الكريم كان شغال فيه فريق البنك الائلي مدربا ليه حراس المرمى ودرب محمود الزنفالي الحارس اللي نضم مؤخراً للنادي الآلي وده السؤال اللي جاي لكابتن أسامة عبد الكريم رأيك إيه في محمود الزنفالي وهل هيكون إضافة للنادي الآلي الفترة اللي جاية؟ لا جول كويس جداً جول كويس جداً جداً هو الراجل ودي من أهم الصفات راجل هقول لك راجل دي ليه؟ ومن أهم الصفات اللي هو بتميز بيها إن شخصية محترمة مؤدبة ما بيعملش دوشة كتير بيتمرن كويس وأنا هفتكر وهقول ليه راجل وهقول اللي جاي شكله إيه معهم في الحالة التنفسية مع مصطفى شوبير وبقية الحراس اللي موجودة يعني أنا روحت أما توليت المهمة في البنك الأهلي كان محمود الزنفالي عنده خلع في الكتف نفس إصابة الشناوة تقريباً بالضبط اللي هي الموجودة بتاعت الكتف وكان ماشي في التأهيل وشغل تأهيل بشكل كبير جداً لحد ما خلص براحل التأهيل والتأهيل بالكرة أنا من أول ما شفت وقال وما توليت المهمة وشفت الأمور والخلع والكلام ده أنا عارف إن الإصابة دي على حرص المهمة بالأخص مسهلة ورخمة ما بتجيش في التقويات قد ما أنت لازم تعمل عملية زي اللي جري فيها الشناوة على ألمانيا عشان يقدر يرجع بشكل كويس ويرجع سريب فخدت الزنفالي قلت له أخلي بالك أنت دي حتبقى فيها مشكلة ومش هتقدر تاقد المدى بتاع الفرد الجريع لأن ده في مشكلة كبيرة فقال لله يا خبت أن أنا تمام وشغل تمام في التأهيل وخلاص إحنا إيه هننسي كان في التوقيت ده ما عنديش غير الزنفالي وإحمد صبحي وكان فيه إصابة لمحمد أبو جبل فطلعنا معسكر إسماعيلية بنجهز عشان عودة الماتشاط والدوري والكلام داخله وعملي معسكر في إسماعيلية فكان شغال معيها كويس جدا جدا فبيعمل كل حاجة بالكورة معادة أنه هو يفرد إيه إيله فجي الكوتش وقتها من صبابا فاسيليو قال لي أنا عايز ألعب المباراة بتاعتي الدوري بالزنفالي قلت له بصة كوتش الزنفالي ما ينفعش يلعب قال لي دي ده هايل في التمرين هايل كلمة ما بهذرش يعني بيعمل كل حاجة ما يحدش ينفع يشوفها قلت له لأنه هو عنده إصابة وما يقدرش يخلع منها وإحنا ما عندناش غير جنين بس متأيدين وابو جبل بالنسبة لنا مصاب فقال لي لا أنا جبته هو كويس وأنا بشوف التمرين شغال معك كويس وشغال مع الفرقة كويس قلت له هو كويس عشان بيتحرك برجليه كويس بيعرف يوصل للكورة فبيأثر المسافات على نفسه وهو زكي وعنده الخبرات فبيقدر ما يفردش دراعه بشكل كبير بيخلي رجليه هي اللي توصله في الخطوات فقال لي طبعا إذا هو قعد معايا الصبح وقال لي أنه هو كويس ويقدر يلعبه وتقطت خلاص تمام أنا هعمله تست لو هو يقدر يعمل الفرد تمام أنا هديك أوكي إن احنا نبدأ بالزنفالي اشتغلنا قلت له زنفالي أنا عايدي أعملك تست عشان حتة الفرد انت سليم قال لي أنا بص أنا بعمل كل حاجة ما تقلاش طبعا عملت تست للاختبار أشهد لقرة يمسكها بإيده ياخدها في الإيد تحت بطو كده في حضنه ويروح بالإيد التانية يفرد عشان يطلع أول ما جاء يفرد أم يسرخ فخلاص هنا استوب طبعا أنت ما تقدرش تتحمل ده إنما فضل معانا بأمانة شديدة جدا وفضل موجود معانا في التمرينات ونلعب بأحمد صبح حارس أساسي والزنفالي هو الحارس الاحتواطي اللي معا عملتي كده ليه هنا لأن ما كانش معانا حراس مخياضين كان غير التلات حراس بس أبو جبل كان عنده أصابة قطع في الوطر بتاع العقدلة الضمة وكان مدتها كبيرة مش مدة صغيرة والزنفالي أنت كنت تتفرج زمان كده على أفلام زمان مش تقليلا من أحمد صبح أحمد صبح جون كويس جدا وحارس موهوب وعنده الإمكانيات بس كنت دايما الفتوة اللي يكسب أي حد في المعارك هو اللي يلبس العباية فإحنا كنا لازم نلبس العباية بتاعت الفتوة دي لحمد صبح عشان أمناها استشوف لأن ما كانش لسه عنده خبرات كبيرة في اللعبة في الدور الممتاز يعني هو اللي هو اللي يدور كبير إنه صعد الفرقة من الدرجات كلها ما كانش اللي يدور كبير إنه يلعب ماتشات كثيرة في الدور الممتاز فقعدنا الزنفالي صاحب الخبرات اللي الناس شافيته بشكل كبير في الدور الممتاز وبالأخص مع البنك الأهلي ويبقى هو الاحتياط بتاعه فالما ناس تشوف تقول لا ده جون جامد ده ما قعد الزنفالي عشان نقدر نعدي بالمرحلة اللي احنا ما كانش معانا حراس مقيدة غير الحارسين اللي معانا لأن الحارسي تارت مصر كان ممكن يقول لا أنا روح عامل عمليتي بالزبت كده أو على أقل يقول ايه لا مش عقود دكة مع كامل الاحترام من أحمد صبحي مش عقود دكة بس هو مقتنع إن كان فيه خلاص هنا فيه خلاص فيه قطناع إن أنا تعال أنت بتعمل كل حاجة بس مع واحد متخصص لا لازم تقف هنا استوب آه ما حد يكشفها في الملعب كله ولا اللعيبة ولا زميلة ولا أي حاجة إنما مع حد متخصص لا هنا استوب فهو عنده من الجلد أو التحمل وفضل صبر معانا لحد ما رجع أبو جبل من إصابته ووجهناه إن هو يعمل عمليته ويبتدي يعمل عملية بتاعته ويبقى كويس ويبقى سليم 100% زي ما هو في الحلل اللي هو موجود عليها دلوقتي إنما ده من نوعية أنا بحكي الموضوع ده ليه ده من نوعية الحراس الرجالة أو من نوعية الحراس الرجالة اللي هتبقى إضافة لمركز حراسة مرمانات الأحيان كنت لي أتكلم معك على التنافس كمان اللي بينه بين مصطفى الشبير بالضبط التنافس كبير جدا مصطفى جون كويس جون شاب جون واعد معاه جون موليد 92 زنفالي عنده خبرات 32 سنة عنده خبرات كبيرة في الدور المصري إنما الكفة هتبقى أرجح شوية لمصطفى الشبير لأن مصطفى هو المقايد أفراقيا فالمقايد أفراقيا هياخد نصيب الأسد في مباريات الدوري عشان يجهز بفترات كبيرة جدا عشان من نادي الأهل يجي يلعب بطولة أفراقيا يكون قدر يلعب عدد ساعات كبيرة جدا في عمر الدور المصري عشان يكون مؤهل يلعب المنشآة الأفراقية بشكل كبير إن شاء الله طيب احنا نتكلم عن مباريات كأس الربطة النهاردة مباريات هي دور نصف النهائية نروح لفاصل بعدها نتكلم عنهم تفصيل وتقاهل سينامية كيلو باطرة وطراع الجيش للمباراة النهائية بعد الفاصل نواصل مع كالتين أسامة عبد الكريم خليكم معنا يهلا بحضراتكم مرة أخرى النهاردة طراع الجيش تخطى فريق المصري بدربات ترجيح وصعب للمباراة النهائية بكأس الربطة وصنامية كيلو باطرة لتخطى الاتحاد سينامية بهدف دون رد وصعب للمباراة النهائية هو الآخر تبدأ بعين مباراة نبدأ بالجيش والمصري طبعا مباراة ممتعة جدا اتنين مدربين هايلين جدا كابتن عبد الحميد بسيوني وكابتن علي ماهر اتنين أصحاب فكر وأصحاب مدرسة كبيرة جدا طبعا حنا دي الخورة بتاعة سطوحي سطوحي يلعبها الجدون هنا في المساحة دي عشان يحرص منها الهدف ها ارجع لم اول مكانات عما سطوحي كده ارجع ايوا لا ارجع ارجع من اول لقتي سطوحي بس ايوا بس كده هنا سطوحي هو بيلعب الكورة هنا اخدر المساح ويخض راحته خلاص هنا المساح الملعيبي ياخد راحته وهيلعب الكورة none باص ده بالشكل ده. يعرف ان في حاجة اسمها الاوبن بول والكلوس بول. طالما اللعيب هيلعب الكرة الطويلة بالشكل ده. واحنا كلنا واقفين وعارفين انه هيلعب كده. يبقى لازم اللعيبة السردباكات تعمل لكلها ايه? تعمل اوبن بول. يعني تفتح المساحة للعيبة. ده الخطأ الاولاني اللي وقع فيه بهر المحمدي. ان انت اما تشوف الكادر ماشي الصورة. اما تشوف الكادر مع بهر المحمدي. واحمد ايمان منصور. احمد ايمان منصور بص ماسك الراجل من اللي جوه من اللي برا اوقف بس اوقف هنا. اوقف اوقف. من اللي جوه ومن اللي برا كريم? اللعب بتاع المصر. جدون هو اللي جوه. واحمد ايمان منصور المسك هو اللي برا. هل ده منطق? لا. طبعا ده الخطأ الاولاني اللي وقع فيه دفاعات النادر المصري. بهر المحمدي. اما احمد ايمان منصور فتح الملعب عشان يبقى خلاص في الابن بول. كان لازم هو كمان ينزل ويفتح. هو متأخر بص المساحة اللي ما بينه وما بينه الراجل قد ايه. فهنا خطأ مزدوج لبهر المحمدي. واحمد ايم المنصور يقدر جدون يحرز منه هدف التقدم. ماشي الصورة. ياخد هدف التقدم لنادي طلاقع الجيش. طبعا دي من الكرات اللي صعبة طبعا على حرس المرمى. لان عدم توقعه بشكل كبير. عشان ما حكى كابتن قسامة نجري شوية. نجري شوية. نجري شوية. طبعا دي كرة دي كرة من الكرات من السعداوي تصويبة. بص هنا متعب بيقاتل ازاي اللي عابت نادي الجيش بتقاتل ازاي. ده دي من اللقطات اللي لازم كابتن عبد حميد بسيوني. كانت دي في الدقيقة واحد واربعين من الشوط الاولاني. الراجل بيقاتل على الكرة عشان ما تخشش جون مرة برجليه ومرة بدماغه. دي هنا لازم كابتن عبد حميد بسيوني يطلع مكافئة الجادة. لان الهدف ده لو دخل مع نهاية الشوط. بالزبط كده ماشي ماشي الكرة. ده من الكرات اللي هاي. اوقف هنا دي دي خطأ هنا من سطوحي وحسام دأدو. الاتنين هنا هتلاقي سطوحي زق الراجل عشان يلعب الكرة. وحسام ساب الفروت بتاعه اللي هو صلاح محسن يبقى الواحده. لا انت من الاول الكرة لو لو شفت الكرة مرة تانية هتلاقي ان حسام هو اللي ماسك صلاح محسن بالزبط. بص اهي شايف اللقطة شايف. ساب صلاح محسن ورايح مكان سطوحي فالاتنين خبطوا باع. فكرة انك تبعينك على الكرة بس انت مش شاف. ولازم نقعد بالزبط كده. لازم تقدر ان انت تكلم المدافع بشكل كبير عشان تحسم القرارات دي لانها قرارات بتبقى صعبة وقرارات مهمة جدا. طبعا ضربات الجزاء الناس كلها شافتها كان في تفوق جدا لمحمود شعبان واضح ان هو مذاكر ضربات الجزاء واحنا اتكلمنا في الموضوع ده يا كريم قبل كده ان ازاي تزاكر ضربات الجزاء وازاي تبقى عارف كل لعيب بيحط القرار بانهي شكله وتاريخه في ضربات الجزاء بانهي شكله بالاخص في الماتشاط اللي هي بتبقى مصرية في اي مباريات كاس. طبعا لازم تكون انت حافظ الموضوع بشكل كبير جدا. فقدر محمود شعبان يتفوق على محمود جادر النهاردة في ضربات الجزاء. نروح ليه المباراة التانية. وكانت مباراة بين الاتحاد السكنداري والسيراميكا فيليباترا وده هدف. بالزبط ارجع بقى ارجع كده ده 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 تم إلغاؤه. هدف تم إلغاؤه. كم لعيب من نادي الاتحاد السكنداري جوة التمنتاشر هنا في الكرة الثبت. تسعة. تسعة. تسعة لعبين. فيه تمانية على خط واحدة وزي ما انت شايفهم. منهم خمسة في النص التاني. والا ربعة تانين هو. والزبط كده. وتلاتة قدام واحد على رأس التمنتاشر. رغم ده فيه حصل خطأ. انا جاي بالكرة دي ليه؟ طبعا كابتن طرق العشرة من افضل المدربين اللي بتشتغل على النواحي الدفاعية في مصر. صح. محدش انفعي ايه يتقارن معاه بأمانة جديدة. انما هنا في التمركزات هنا والخطأ. اما يبقى فيه اتنين على خمسة. اه كرة غيرت اتجاهها. اقول لولا ان رجب نبيل هنا سابق الفراودة بسنة. لا كانت ممكن تكلفنا ده الاتحاد. هدف غالي. طب الكرة دي ماشيها بقى. ماشي اللقطة. ماشي اللقطة. تمام. اللقطة اللي بعدها بتاعت الهدف فيها شقين. الشق الاولاني بتاعت احمد كندوسي. شايف احمد كندوسي هو اللي بيلعب الكرة هو. هو اللي بيادئ الكرة هي. ارجع تاني. ارجع تاني. ارجع تاني عشان بس نجيب اللقطة بتاعت احمد كندوسي. لا. ايوة. اهو الكرة طويلة هي. احمد كندوسي هو اللي طلع هو اللي عمل. الاخد الكرة هو بيبدأ بيها. ولعبها. وجري. وبص التحرقات بقى. انا عايزك تتبع الكندوسي كده. وهي مع صديق ابولة هي الكرة هو. بص. وطلع هاني وعمل الكروس بص بص الراجل بقى بخبرة وصل ووس المدافعين بشأنهي شاك واهرز الهدف الاول لناديل سراميه خطبهم تحرق هايل جدا وتحرق زي خبرة وفي نفس الوقت هنا انا جبت اللقطة بتاعت الهدف اللي اتلقى لان مدافعين ناديل اتحاد السكندرية ما تعلمتش من الخطأ ان انا هنا بص الراجل سابر الراجل ازاي يلعب برحته وبمنتهى السهولة طبعا عشان يحرز منها الهدف طبعا دي مشكلة ومشكلة كبيرة جدا هاني اللي عمل الكروس وقدر ان يعمل اوقف اوقف بس اوقف وهنا قدر يعمل الكروس هو اللي طرد بعدها بدقيقة واحدة على طول كالفرقيته طرد غالي جدا طيب هنا الخطأ اللي احنا عايزين بنشاور عليه فين هنا رجب نبيل ارجع بالكورة ارجع بالكورة رجب نبيل هنا نازل مع المدافع المفترض بكم هنا يبقى فين يبقى تحت رجب نبيل يبقى واحد بيمسك واحد سسم الليبرو يعني مبقاش هنا اللي اتنين إنما هنا بكم فاتح الخط الكورة بتتعامل لنجوبول من الخلف للامام وهنا بيكم بيتحرك بره الملعب بره قلب الملعب على الطرف طبعا في تمركز خاطئ جدا نكلف فرقته أنه لازم أحمد هاني يخش عشان يغطي فتكلفته أنه هو يلعب الكرة بيديه لأنه أسرع منه في التغطية فبقت مشكلة بالنسبة له ماشي الكرة ماشي الكرة معنا القطة تانية معنا القطة تانية طبعا فيه كارتة أحمر هنا هاتوا اللقطة اللي جاي شروع على طول بقى أيوا يلا طبعا دي أنا حاجة بقى يعني بص هنا المدافعين في مشكلة وبهاني يعني هنا مهدي سليمان لعيب زاكي جدا أرجع باللي فاتت دي شوقة معلاش أرجع باللي فاتت بص هنا في مشكلة هنا من الضغوط الجماهرية طبعا نادي كبير زي نادي الاتحاد السكندري بيبقى اللعيب عليه ضغط جماهير كبير جدا وبالأخص ما بيبقى خسران على ملعابه في وسط جمهوره وكان فيه عدد كبير جدا من جماهير نادي الاتحاد موجودة النهاردة فكاد ممكن تكلف نادي الاتحاد حدف كبير وتبقى مشكلة طبعا بعد ده على طول خلاص الواحد ابتدى يشوف ماشي اللعب على طول عشان الوقت ابتدى الواحد يشوف أن النادي الاتحاد بيوصل بس مش قادر يحرز أهدافه في لقطة في الدقيقة 85 من المهدي سليمان هنا خطأ من بسام الخطأ ده لازم تبقى كرة بعدها في الجون هنا بسام قدر يعدل من موقفه ويمسكه كرة بشكل كويس جدا ثاني المهدي سليمان يبدأ هجمة جديدة للنادي الاتحاد السكندري إنما تفضل تتخبط وتقلق كبير جدا من محمد بسام اللي قاتل هو وبكم العدل تمركزه عشان يطلع الكرة بشكل كبير جدا النتيجة عشان يقدر السراميكا كلبطرة يوصل للمرة الثانية على التوالي للمباراة النهائية فده إنجاز كبير جدا يحسب لكابتن عبد حميد بسيوني مدر بنات طلقاء الجيش هو كابتن أحمد صالح ويحسب لكابتن أيمن الرماط صحيح كابتن أسامة كالعادة بتشرف وبتنور كالعادة بنستفيد منك جدا بشكرك شكرا ربنا يا خليك كريمانا بشكرك جدا شكرا كابتن أسامة ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشر يا رب تكون استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على الأقل شكرا شكرا